كان الرئيس رقم 45 ويرجع تاني البيت الابيض صور للفة العالم دي حضرتك او حضرتك برضو زي ما كنا بنقول في اول الحلقة ما هياش بعيدة عننا احنا كل يوم بنسأل تأثير قرار امريكاني حيبقى ايه على حياتنا سواء كان اقتصاديا سواء كان سياسيا سواء كان في علاقة مع دولة تانية كل ده مرتبط بينا بشكل مباشر الصورة اللي لفت في العالم والرئيس السابق دونالد ترامب بيلوح بقبضته في الهوى بقت اشهر صورة خلال الايام اللي فتت سانتي اقل من سانتي وجزء من الثانية يفرق التاريخ يأثر في الحاضر ويشكل المستقبل ده مش كلام مزيعين ده كلام حقيقي بص حضرتك او حضرتك على اي محاولة اغتيال نجحت او محاولة اغتيال فشلت واثرت في صاحبها هتلاق انها دايما نقطة تحول في التاريخ نقطة تغيير كبير علشان كده النهاردة كنا مفروض نتكلم عن النخبة والثقافة وتأثير النخبة وهل النخبة في مصر مقصرة في وجودها ولا لا ده كان موضوع كنا هنتكلم فيه لكن لا يمكن ان احنا نتجهل الحدث الاهم اللي حصل من 48 ساعة واللي هيأثر على الانتخابات الامريكية وحيأثر علينا بشكل او باخر برحب بحرك معنا دكتور صاحب عشان وصاحب ملناش نصيب بقى ان احنا نتكلم في اللي كنا نوين نعمله يعني الصور ومحاولة الاغتيال دي حاركش فتها ازاي اولا يعني انا كنت قاعد وتفرج على تلفزيان طبيعي انا بصعر اه انا مخلوق ليلي شوية ايه اخذالي طوله ليلي تقريبا صاحي اه طغيت الساعة 5-6 وانا فشفت بقى يعني خبر طفيف على الشاشة كده اه بعد اللي لقيت كل الشاشات قلبت حاجة واحدة بعد اللي لقيت الراجل بقى بيقوم يعني فهمت بقى ان فيه محاولة اغتياله وتابعت الاخبار من كل مكان وردود الفعل الفورية بما فيهم بايدن نفسه صحيح يتحول الى شخص مستعنز كده ايه وكلمه في التلفون ووقف الحملة الانتخابية بتاعته ووقف الحملة الانتخابية بتاعته لأي درجة الاغتيال طريقة معتمدة لتغيير السياسة في عالمنا الاغتيال له هدفين الهدف الاول ازاحة شخص معين من على المسرح لأسباب تتعلق بمصلحة الاخرين سواء كانوا حزب جروب جماعة ايا كان السبب التاني قد لا يكون هو المستهدف ولا خيمة له انما حدث الاغتيال حيغير التركيبة كلها في المكان ده ويروح ضحييته اي شخص يعني ما اكثر من قتلوا ولما يكونوا هم الهدف الرئيسي انما هم جزء من مستقبل يريدونه للمستقبل منطقة يحصل اضطربات يحصل تغييرات حتتهم مجموعة اخرى معادية لهم فترتبك يعني المسائل تعددت جدا واصبحت صعبة ومعقدة مش سهلة الامريكان الايام اللي فاتت الساعات اللي فاتت كلهم بيسألوا انه او يعني هما بيقولوا يعني انه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية رغم انه امريكا العنف جزء اصيل في تحقيقات لا هي الدورة اللي تسمح بحمل السلاح الشباب والا كنا لسه بنقول مية وعشرين قطعت سلاح لكل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية تلتمية وتسعين مليون بندقية ساعة الوقت بيخش الفصل يقلش الفصل تم تدولها هناك فيه السخرية انه انك تقدر انك تقدر تمنع المراهق انه يشتري علبة سجاير او يشرب كحول لكن ما تقدرش تمنعه انه يشتري مسدس تفتكر حضرتك عملية استهداف ترامب كم من الممكن انها تغير مصار الأحداث تماما في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد هي نخوص خطر يدق أمام الأمريكيين انه الأوضاع ليست مستقرة يعني ساكنة ولكنها ليست مستقرة وانهما عندهم دايما فكرة الاغتيار السياسي من إبراهام لانكلين لجون كينيدي محاولة رونالد ريجن يعني كتير محاولة رونالد ريجن وعندك محاولة بابا يوحنا مارتن لسر مارتن لسر انما لانا عايزة أقول بس ان تاريخ الاغتيار السياسي طول عمره معروف عندنا في الإسلام الخليفة الثاني ختل والخليفة الثالث ختل والخليفة الرابع ختل الخلفاء الراشدين يعني الجرائم السياسية طول عمرها مرتبطة بفكرة الاغتيال لو جينا على مستوى العالم الحرب العالمية الأولى كلها آمت بسبب اغتيال ولي عهد النمسا حادث عابر كان ممكن يتم احتواءه لأنه فاردي في النهاية إنما بيؤدي لهذا شخصيات كبيرة جدا اقتلت في التاريخ يعني أنا متذكر جدا أشهره مستدات يعني اغتيال المهات غاندي وده قديس البشرية وداعية العنف وداعية المقاومة السلبية وداعية اللا تعصب من جانب الهندوس ضد المسلمين والآن في مشاكل كبيرة جدا في الهند في هذا الاتجال غاندي كان ضد هذا وختل من مهوس هندوكي تصور أنه يمالك المسلمين على حسابين بتبقى دايما كده إلوجينز ورزالك كثير من العمليات اللي بتأدي إلى الاغتيال السياسي بيخف وراء بعض المتخلفين أو المضطربين نفسيا وعقليا هو نفسي بقى عنده نوع من الاطراب النفس إلوجينز بتعمله مهاوس ومخاوف تؤدي إلى هذا الذي يحدث أنا متذكر أو يوم مصرع جون كينيدي كنت طالب في سنة أولى ظننا كليا سنة ثلاثة وستة وكان جون كينيدي بنسبنا يعني علم الفارس الجديد الشاب اللي بيجدد ولي بيتكلم بطريقة عادلة عن الأضياء الفلسطينية وبرسل على عبد الناصر وبيقول لبقى عبد الناصر وبيقول لبقى عبد الناصر وبيقول لبقى مما لا يامل وكل ما لا يستحق وكان صورة تانية فهم يعني كان أحدا ممكن يعني دي خضايا كلها شعيكة ولازي خطر جون كينيدي ليعرفوا أحد حتى الآن أزولد والتاني أتلوا أتل إلا أتل إلا أتل إلا أتل إلا أتل إلا أتل دا كان حدث كبير أول في الولايات المتحدة الأمريكية منطقتنا تأثرت به جدا تبعته اهتمت؟ جدا كان حدث مهم جدا في ذلك الوقت معنا شباب وأنا متذكر كيف شعرنا أنه إزاي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتضرب في الشارع بالدية بتليسكوب وجنبه امراته لم نكن تصور أن حراسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العصر يمكن أن تكون قابلة للاختراق ولكن كل أمن في أي مكان في أي زمان قابل للاختراق يعني فيه هامش كلها اللي ربنا يحمي به من يشاء فده اللي حصل لجون كينيدي أنا متذكر يعني أن كان حاجة تضحك زعلت قوي أنه بعد عدة شهور أو سنتين أن جاكلين اتجاوزت أونسس أونسس قلت يا سلام على الستات دول بقى بعد جون كينيدي راحت لأونسس الرجل الأول في العالم هي الفلوس تعمل كل حاجة كده هي راحت للأغنى في العالم قلت ويحي كؤيتها المرأة تعمل كده ليه؟ بقين زهران قوي طولش يعني يا أختي أو الله نيجي مثلا واحد زي الملك فيصل الله الرحمن طريق العريق دخل عليه كيسنجر والملك الملك بقى ظل صامتة لعدة دخائق ينظر إليه ولا يتحدث وأدو العبارة الشهيرة لقد جاوسته السبعين وأريد أن أصلي في القدس بس قتل بعدها بحاجة بسيطة واحد من أعظم ملوك العرب وأكثرهم وطنية وخومية دايماً ملك ملك الإنبارجو بتاع البترول صحيح طبعاً أول من استخدم البترول كسلاحة طبعاً حقيقياً وهو الذي رفع عن معاناها عن عبد الناصر في مؤتمر الخرطوم كانوا راحين متخيلين وضع ولا أو شيء آخر طبعاً لأي درجة الاغتيال بيأثر على مبعده يأثر جداً أنا فكروا ميه جابه نتنيه وده كان لسه سياسي جديد سنة 95 لما ظهرت الاغربين صحيح وأقولوا أول انتخابتك 96 بقولوا أن التحريط في الشارع الإسرائيلي كان بعد انتخابه هو الذي أدى إلى هذا ألاعزين يعني يلبسونا التهمة hang on no ماناش دعوة قتل لأسباب أخرى ما أعرفهاش لينفي عن حزبه وعن اتجاهه السياسي تهمة القيام بهذه الجريمة وصحيح رابين مات بعد عسله والكثير من الإسرائيليين تصوروا أنه بيفرد في إسرائيل الكبرى وأنه بفكر بتراغارات ولا يتنفذت ولا تنيلت كما هو معلوم يعني فأخوتي لأي صحيح رابين وظل حتى الآن حتى عند بعض العرب كان رمزاً لإمكانية الوصول إلى حل الاختراق بالكثير طب برضو على مستوى منطقتنا هل اتغيرت مصر بعد اغتيال السادات اغتيال السادات ده من أغرب أنواع الاختيال اللي حصلت في تاريخي الرجل اللي اغطيل في يوم مجده والاحتفال بانتصاره وأنا كنت هنا في أجازة حقيقة من الهند الأجازة نصف المدة وكنت بطبع كتاب لي في الأهرام وبسيط لأت التلفزيون تقطع والسادات ضرب والدنيا تغيرت تماماً تماماً يعني حتى بيحكيه بس مصر ما اخترتش طريق مختلف نتيجة اغتيال السادات وحتى جنازة السادات كانت جنازة رسمية جداً ما الشعبية عكس جنازة رسمية جداً إنما أكبر جنازة رسمية كانت في العالم كانت الملك حسين وربما يليه أنور السادات إنما جنازة الشعبية كانت عبد الناصر لأن الجماهير العادية لكن فكرة إنه التغيير السياسي أنا أسف الاغتيال السياسي بيغير مصار الأحداث واتجاهها ده ما حصلش في اغتيال السادات لا ما حصلش لأنه إحنا كنا في فرحلة مرسلية جداً ويذكر للحسن المبارك أنه استطاع أن يكمل الجلاء في المرحلة الثالثة أنا متذكر جداً اتمام الانسحاب للسادات قاعدوا يشدوا عليه وقولوا له قد كان السلام بيننا وبين الرجل ورجلهم قد ختل فلابد أن نراجع كل اتفاقيات اللي تمت بيننا وتنفيذها وعايزين أن يتوقفوا عن تنفيذ المرحلة الثالثة فقال لهم لا أنا رئيس المنتخب وأنا اللي بقول إن أنا ماضي على نفس السياسي قالوا له تبتعال يا حلو بقى الظورنا في إسرائيل نمرضيش قال لا لا قال طيب قالوا له بس بشرط أن تذهب إلى الخدس عاصمتنا التاريخية قال لا لا نستطيع أن أأتي قالوا له بقى مجيش قال خلاص مش جاي طيب ليه فعلا الأحداث لم تتغير تماما يعني هل ده يعود لحسن مبارك فقط آه لأنه كان نائبه والسياسة كانت استخرت على اتجاه معين يعني ما كانش ممكن التراجع عن كامب ديفيد وعن سياسات السادات وكان بدأت مراحل الجلاحة حقيقية في سيناء والسردادها وشعرنا أنه الاغتيار ودي ناس كتيرا مش عارفها ليس بسبب كامب ديفيد مش مظبوط هو قاله كده في المحكمة يعني جزء من التال في المحكمة آه بس بقى ناس كتيرا قالت لا ده إهنته لبعض المشايخ ولما قاله أو محبوس زي الكلب على الشيخ المحلاوي عبارات بالنسبة للمسلمين جارح والسادات كان يقصد تجميد الأوضاع لعدة شهور حتى يتم الجلاعة عن المرحلة الثالثة ولذلك لم الشامع المغرب هو فكرة فانسراج الدين على أستاذك هيكل على غيره وقال لاش كل اللي كان بيجي في سكته آلاف ميلاد حنة كل النات والمشايخ والأسس هو كان عاملها عملية احتوائية وخائية مؤقتة في سبتمبر وبعد ما يتم الجلاعة يطلعوا الحلو أكتر عمليات الاغتيال بعيدا عن اللي تسبب في الحرب العالمية الأولى اللي هو ليعاد النمس لكن أكتر عمليات الاغتيال اللي كان ليها أثر دولي كانت إيه؟ كتير جدا يعني أولا فيها نوعي اغتيال بالطائرة مثلا تسخط الطائرة أو يحصل فيها آه دي اللي هي بتبقى يعني تصصر بعد ذلك يعني ضياء الحق مات كده أي اللي كان بيخت في فاصل منجا كان في باكستان هامر شيلد كان في الكونغو في أفريقيا كانوا غير راضيين عن سياساته يعني بيتم تدبير الموقف لإزاحة شخص زي أنا ما قلت مفهوم أو لتغيير مصاري الأحداث وتغيير التربيطة كلها التركيبة كلها دور بقى على التالي تلاقي الدنيا تغييرت تماما فأنور السادات رحيله كان حدثا ضخما في العالم وجيها أربع رؤساء أمريكيين كانوا في الصف الأول في جنازة رؤساء سافخين وقعدوا كلمة طول الطيارة على مناخب السادات وقيمته ومكانته وأجمعوا على أنه من أهم الشخصيات في القندة العشرين من وجهة نظرهم طبعا لأنه هم كانوا يعروا أنه هو العمل البركثرو في بيس الاختراق من أجل السلام وده صحيح في بقى حالات كتيرة جدا لابد أن ننقشها أيضا حتى يعني المستوى الداخلي عندنا مثلا فيه سنة فيه مفهوم مرحلة من 45 إلى 50 الاغتيالات السياسية زادت جدا اغتيل اغتيل أحمد ماهر وزير الوزير وأنا حتى متذكر لما تعينه ومن ألطف حفيده الوزير أحمد ماهر كان وزير خارجية وأنت تعرفه وأنا أعرفه جدا وكان صديقا لي وأحبه جدا وخفيف الظل وزكي ومسقف صفافة رفيعة فيوم تعين وزير خارجية بعد السيد عمر موسى بقى أنا بعدته لرسالة قلت له أريد أن أقابلك في البهو الفرعوني ففهم بقى لأن جده قتل في البهو الفرعوني طريبة بالرصاص فقال لي ماشي من أولها يعني فنخرج قتل بعديه أمام مزارة الداخلية ولقوا في محفظه ثلاثة أجنيه وتمانين قرش بس دي كلها كانت على مستوى محلي على مستوى المزارة الداخلي جيد خزندار وأنا لسه أقابل حفيده قريب قتل في المعادي برضه وابنه كان أول مدير لي في الخارجية السفير محمد الخزندار علي رحمة الله فأنا عايز أقوله أن المحاولات كثيرة جمال عبد الناصر تعرض لأكثر من محاولة المحاولة الشهيرة بتاعت المنشية اللي ناس بتخارينها بترامب بدلوقتي اللي حتة منشية اللي عايز يشكك في هذا أنا في رأي ظلم أنا رأي أنه كلام في تعديل حراك المنشية كانت طبعا شوف عبد الناصر كانت حقيقية ولا مفتعلة لا 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 حقيقية جدا لأنه لو مفتعلة يجيب كلام غير اللي قاله أنا الذي خلقته فيكم العزة أنا الذي علمتكم الكرامة لا ده انفعلت التلقائي رجل الرصاص بيدرب وناس ماتت جنبه تعورت وكل كل معارضي زمن عبد الناصر بياخدوا كلمتين دول تحديدا عليه من هو حتى يخلق فينا أي شيء معلش بس دي الدليل على التلقائية في الحديث ما حسبهاش لأنه تحت تأثير لا كانت في المدبره وفي المحكامة وقاله نحن أيه واعترفه محمول عبل طيف وغير 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 طبعا نقعد من ناس مهمة جدا زي عبدالغاد العودة وزي الشيخ محمد فرغي المنخيادات الإخوان الاغتيال قمته في الشخصية اللي بيتم استهدافها طبعا هو الهدف منه وأحيانا الجماعة التي تخف هراؤه أنا كنت تكتشف إن الذين أخاموا بهذا أمار الإخوان المسلمين يبقى دي زريعة تلم الإخوان وتقعد تضربهم عشرين سنة ما يجرىش حاجة ليه زريعة ليه زريعة هذا ما فعلوه طبعا لا صحيح إذا كان هذا ما فعلوه إذا كان هذا ما فعلوه وهي 11 سبتمبر دي ما يكتشف زريعة ده زريعة غير العالم كله ها حريبا يتكلم على على فكرة استغلال الحدث بعد كده 7 أكتوبر في غزة زريعة لتغيير شكل المنطقة تماما يعني أن كيفية استغلال الطرف الآخر لما حدث حداش تستمر ما داشت أقول إنها مفتعلة لأن أنا أريد تصريح واضح جدا لبين لادن بقول خلال أسابيع ستسمعون حدث مزعج في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أرض أمريكا وحصلت يعني في ناس كثير برضو يقول لك مسرحية هي في فكرة استغلال الحدث سببا أنت دايما بتقلم من نظريت المؤامرة أنا عارفك ومعك حال يعني دايما بقرب منها بشديد الحظر تخدها بحظر كل محاولات الاغتيال أو الموت للقادة والزعماء وراها فكرة المؤامرة واحد يقول لك لا تفتكر عمر ساعة عمر سينما نقتله لا عمر بيك نعيان ولأنه مات في جراحة فالناس زي من اللي يموت في جراحة ده ممكن يكون موت هي رجعة صاحب المنصب أو صاحب بالضبط القوة ومكانة الشخصية المعلومات التي يحملها للأفكار اللي تيبشر بها كل هذه الأمور تلحق بأسباب ذلك الاغتيال وبالنسبة هم كمان الأمريكان يعني جزء من ثقافة المؤامرة منتشر جدا في المجتمع العالمية على آخر الرئيس اللي أنا اشتغلت معاها علي رحمة الله حسن مبارك تعرض لعدة محاولات للاغتيال يعني أنا متذكر جيت في مصر في فبراير 96 في أجازة كنت جاي عشان معرض الكتاب آخر فبراير فاستدعاني كان يعني فقال لي انت هتشوفت يا مصطفى اللي حصل تقوله إياه ساتري قال لي الولد ضربنا كده وإحنا ماشيين وكان عنده حس أمني رفيع الشهر قال له ارجع عكسي يعرف لو لف وارجع في نفس الاتجاه لو لف كان فيه روباط فوق الكشاك حيضرب بالارب جي والزخيرة الحية حيخلص على العربية لمه ضد رصاص وانا مش رصاص كان معاهم ترتيبات انه زفالة من دي انضرب في دي الرئيس الاسبق حسي مبارك كان بسبب انه بتعلي ما فيش حد تاني يحضر اغتيال رئيس كان الاقرب لاستداد في لحظة ضربه شخصيته كان طيار قاذفات اللي يحمل الطيار حمولة ملاش حل تقيلة فلازم يوعد يتأكد من انه كل دي حاجة بيرفكت يراجع كل حاجة مع الملاحين والطيارين عندما يطمئن تماما الى السلام يطير ولذلك كان عنده حسي انا فاكر مرة رحنا خمة اسلامية في الكويت اللي احنا رجعنا فيها الى عضوية المؤتمر الاسلامي اي او منظمة التعاون الاسلامي بعد كده انا متذكر جيدا ان احنا طلعنا من مطار القاهرة القديم في حيطة بعيدة بالليل لساعة ستة صبح خمسة صبح معدد الشوف فانا عايز اقولك لا كان لدي حسة امني وحذر جدا ويدرك ما يمكن ان يفعله طب لو طبقت نفس فكرة التأثر بمحاولة الاغتيال الفشلة بعد الفصل عايز اسمع محارتك هل تأثر الرئيس الراحل بمحاولة الاغتيال الفشلة بعد الفصل اسمع محارتك